أول مبادرة من هذا النوع في إفريقيا لتوحيد الجهود الإفريقية خصوصاً فيما يخص وضع السياسات العمومية الرمية إلى تطوير الإبتكار وتنمية الشركة الناشئة هذه السنة الحدث سيأخذ مجال أكبر وحجم أكبر بكثير من طبعات السنة الماضية بمشاركة أكثر من 200 خبير دولي في مجال شركة الناشئة ما يقارب 50 وزير وصانع قرار إفريقي في مجال شركة الناشئة والإبتكار أكثر من 200 مستثمر ومسؤول على سندق الاستثمارية والفيسيز معناتها في القرار الإفريقية ما يقارب 10 ألاف إن شاء الله مشارك وسيتم أيضاً تنظيم سالون في هذا الحدث لأشركة الناشئة مع مشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف الدول الإفريقية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر